نحن نقول بأن الدولة ما تقام عندنا معشر المسلمين إلا من أجل الدين إلا من أجل حفظ الدين وسياسة الدنيا به ولذلك علماؤنا يعرفون بأن الخلافة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا به وهذا المعنى فهمه الصحابة وكان إجماعا منهم أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قام في الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به ما قال أحد من الصحابة لا والله النبي صلى الله عليه وسلم بلغ والدين كمل فادعي الناس وما يختارون نعم مسلمون وطيبون وكذا لا كلهم اتفقوا على ما قاله أبو بكر بأنه لا بد من نصب إمام لا بد من إقامة حاكم يسوس الدنيا بالدين نعم